طبعاً مشاهدينا الكرام شملت التغييرات والإصلاحات التي قام بها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مجالات عزيزة من أهمها مجال التنمية والاقتصاد الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود فحكومة المملكة بتوجهات خادم الحرمين الشريفين توصل اهتمامها بكل ما يتعلق بالمواطن السعودي من قطاعات الصحة والتعليم والإسكان إلى التوظيف والنقل والاقتصاد ومن أجل تطوير الإنسان السعودي وجه خادم الحرمين الشريفين بتطوير التعليم من خلال التكامل بين التعليم بشقيه العام والعالي وتعزيز البنية الأساسية السليمة له ودعم برنامج المملكة للابتعاث الخارجي وعلى رغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي متأثرا بالاقتصاد العالمي نتيجة انخفاض أسعار النفط بدأت المملكة عملية إصلاح شاملة لسوق العمل من خلال إطلاق مبادرات وبرامج عديدة تشمل تطوير التشريعات والأنظمة لتوليد فرص العمل وتوطين الوظائف وبرامج تدريب وبناء المهارات وتوفير الحماية الاجتماعية وهي إصلاحات أسهمت في خفض معدل البطالة خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم عمل على تحقيق التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة وهو حجر زاوية في الطفرة الحالية التي تشهدها المملكة وهو ما وصفه خبراء الاقتصاد بالنقلة النوعية ومن أبرز قراراته الاقتصادية إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية ومباشرة المجلسين أعمالهما بشكل فوري بعد صدور الأمر الملكي بهما ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعد الأول من نوعيه في تاريخ المملكة وكانت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وتوجيهاته بدعم وتنويع مصادر الدخل تأثيرها الواضح والملموس إذ جاءت الميزانية المعلنة مؤخرا وفيها مصادر دخل غير نفطية بنسبة 30% ومواكبة مع المسجدات العالمية والإقليمية كانت توجه القوي من الدولة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد المزيد من الهيئات والمؤسسات التي تعني بمختلف مفاصل الاقتصاد ومما لا شك فيه أن الخبرات التي اكتسبها خادم الحرمين الملك سلمان خلال فترة توليه إمارة الرياض وما يمتلكه من مقومات شخصية مميزة وحازمة أسهمت بشكل كبير في تسريع البت في العديد من الأمور المطلوبة في عملية الإصلاح الاقتصادية التي تشهدها المملكة اشتركوا في القناة